يشرفني وينورني في هذا الفقر محللنا الرياضي الرائع محمد جمال يقولينا إيه اللي حصل النهاردة في مباراة الزمالك والأهلي فوز الزمالك بكأس مصر جمال مشرف ومنور دايما بسع جدا بتواجدك معي أنا أصحاب الله أخبرك إيه كله تمام حسيب لك حرية تقولي اللي حصل النهاردة في المباراة سواء من الزمالك أو من الأهلي من غير مسألك عشان ما ضايع لقش وقتك طيب أيش هنبتلي بالزمالك فضل ليس زمالك دخل المباراة النهاردة عكس المتوقع كان الرهانت في الأهلي بسبب انخفاض المعدل البدني والمخزون إن الأهلي يخلص الشوط الأولاني لأنه الشوط التاني لما يحب يرجع نفس الدرس بتاع مباراة بيرامدز يبتري يشتغل من بداية المباراة عشان ما يخشش في نفسه لكن اللي عمل الصوريش خلل زمالك ركب الجيم من بدري زمالك يلعب بنفس طريقته بنفس الشكل وخلينا أقولك هو نفس تشكيل مباراة المحلة مغيرش أي حاجة لعب سلاسي في الخط الخلفي إلا تغييره واحدة حمزة المسلوسي اشتغل بي عشان يعرف يطلع من الخط الخلفي اشتغل بتلاتة في الخط الخلفي حمزة المسلوسي اللي في الأساس باكرايت اشتغل قلب دفاع راحية الإلين والوينش وحسام اشتغل بأحمد فتوح وينج باك اشتغل بنيمار لكن لما لعب بتلاتة قد الحرية لنيمار طب المفاجأة كاتفين النهاردة في التشكيل فأحمد سيد زيزو أحمد سيد زيزو في الطبيعي بيلعب هنا قدام سيد نمار أحمد سيد زيزو النهاردة كان بيشتغل في العمق كان بيعمل الضغط على الاتنين بتلاتة الخط الخلفي مع سيف الدين الجزيرة أشرب من شرقي وكالعاد عالجناح عمل مشاكل كتير قوي لما نيجي بتتكلم بالتفصيل عمل مشاكل كتير قوي لنحية اليمين بتاعت النادي الأهلي اللي كان فيها محمد هاني وياسر ابراهيم في الخط الخلفي وقدامهم كان محمد مجدي أفشا اللي بتتلمنا مية مرة إنها محمد مجدي أفشا عنده مشاكل في الجناح عنده مشاكل في الأوفلاينينج إنه إزاي يرجع ويقفل زوايا التمرير ما مقدرش يعملها أحمد سيد زيزو هو اللي سجل الهدف الأول لنادي الزمالك سجله من إين؟ سجله من هنا صح من العمق ليه؟ لأن الراجل بدأ هنا الراجل ما بدأش على الطرف لو شيف الجزيرة داله كلها من إين كمان دي نقطة مهم سيف الدني الجزيري ودي لقطة لقطة الهدف كانت في ديقة 6 في لقطة بعدها في ديقة 18 تبين لك لو احنا بنعرض الحلات حنا بنتكلم يلا بنعرض الحلات ديقة 6 وديقة 18 لقطتين لسيف الدني الجزيري بيعمل الـ sprint 2 الكرة بتتحط الطويلة سيف الدني الجزيري هنا من السيد الباك ناحة الشمال أيمن أشرف في المرتين في المرتين سيف الدني الجزيري بيجي بعيد جدا هو أبعد عن الكرة وبيخش قبل ايمن اشرف وبياخدوا الكورة. نرجع تامي لي انا عايز انا عايز ده ده الشوط التالي. انا عايز اللقطاتين في الدقيقة ستة والدقيقة تومنتاشر بتوعي سبرينتين. بتوعيشف الدين الجزيري وايمن اشرف. واضح انه في فرق سرعات. تكلم عليها ريكاردا صوراش بعد المباراة. انه في فرق سرعات. بيخط حجوم الزمالك بالكامل. وخط دفاع النادي الاهلي. فقادي النقطة الاولى. النقطة الاولى كانت احمد سيد زيزو انه تواجهت في العمق لما طلع سيف الدين الجزيري الخطأ الغير مبرر. وخلينا اقولك الناس حملت محمد الشناوي اكتر الهدف الاولاني. لأ انا فجأك. يلا. اهو. ده الهدف الاولاني. ها. تيجي تلاقي سيف الدين الجزيري الراجل طلع. احمد سيد زيزو داخل من العمق. خطأ يتحمله بنسبة سبعين في المية محمد الشناوي. تلاتين في المية ايمن اشرف. وخطأ مكرر من محمد الشناوي. الطلوع دون التنسيق مع الخط الخلفي. نجيب بقى. انا عايز اجيب. ده الجنة الاولية. الخطم. اهو. اهو. دون تنسيق مع عاسد ابراهيم. مش مغطي. الطبيعي مين اللي يغطي في الليفت سنتر باك. ايمن اشرف. ايمن تلع رحل مكان عالي معلول. دون انضباط. مشكلة في الريب بوزيشن. دي مشكلة تاكتب. نرجع بقى ريكاردو سواريش. ايه اللي خلص زيزا مالك عمل الشكل ده كله. ريكاردو سواريش. مدير فني. الدوميننت بتاعه. كل طرق اللعب اللي بيشتغالها. اربعة اتنين تلاتة واحد. واربعة اتنين اتنين. عمره بلاب اربعة تلاتة تلاتة. فهناك من اشار عليه. انه يلعب اربعة تلاتة تلاتة. تخوفا من السرعات بتاعة لعبة الزمالك. لكن يبقى السؤال. هل الزمالك بيعتمد على ادوميليشن او السيطرة على وسط الملعب اللي اجابة لا. نادي الزمالك اكبر مشاكله هو وسط الملعب. بعد غياب طريق حامد بقى شوية بيعتمد على محمد عبدالغاني قدامه امام عشور. احيانا كان يعتمد على محمد اشرف روق قدامه امام عشور. فيبقى ازمة الزمالك كلها في السيطرة على وسط الملعب. فانت بتقفل بتلات لعيبة مفهومش حد كرييتور. تلات لعيبة في الاساس عندهم قدرات دفاعية عشان تعمل ايه. ده كان الغرض. انت بتعمل اربعة تلاتة تلاتة عشان توصل لايه بعد كده. فكان من الاساس اولى اذا كان عندك هناك تخوف من السرعة. ده بالنسبة لريكاردو سوريش. انك تلعب تلاتة اربعة تلاتة زي ما حولتها الشوط التاني. لكن من بداية المباراة. عشان ما عندك تلاتة في الخط الخلفي. وتدي حرية. حرية حركة بالنسبة لعلي معلول. او كريم فؤاد. اللي كنت سوفه. انه المفروض كان يبقى متواجد النهاردة على حساب محمد هاني. اللي بيعاني من مشاكل كتير جدا. ضيف عليها عدم الجاهزين. بلعب النهاردة هو غير جاهز. فلما تعمل كده وتلعب اربعة تلاتة تلاتة بتلاتة لعيبة. اصبح عندك مشكلة في الخروج بالكرة. عملت زحمة بدون لازمة. في وسط الملعب لفرقة النادي الاهلي. بقى عندهم مشكلة في الخروج بالكرة. وزا مالك في النهاية. بيعتمد على الفلانكس. بيعتمد على على الاجناب. الخروج هنا بيقى السيد نمار. الخروج هنا بيقى اشرف بن شارقي. ويتواجد زيزو النهاردة المفتاح تحت شادو سترايكر. تحت سيف الدين الجزيري. فقدر فريرة يحول طريقته اللي كان بيشتغل في الحالة الدفاعية بسلاسة في الخط الخلفي قدامهم اربعة قدامهم تلاتة. حولهم وكأنه بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد بوجود سلاسي تحت رأس حربة وحيد. هو سيف الدين الجزيرة. انا عايت لقطة الهدف التالي. يلا. لقطة مهمة جدا. لان الناس كتير حملت الهدف بنسبة كبيرة الهدف الاول لمحمد الشناوي. طب خلينا اقول ايه اللي يتحمله محمد الشناوي. مفارقة غريبة جدا. لما تيجي بس تتحضر الهدف التاني لنادي الزمالك. وناس هتتعجب. لانه انا هنا لازم محمد الشناوي يرجع نفسه. حارس المنتخب الوطني وحارس النادي الاهلي. حارس مصر الاول. انه قولها بكل وضوح يعني مش. انه لازم يرجع نفسه بعد ما يشوف اللقطة دي. طب. انا عايت اللقطة لما تحضر. لما لاقي انه حارس. هناك خطأ حدث في بداية اللعبة من ياسر ابراهيم. انه لم يشتت الكورة. يفتكر كل اللي لعبتنا الكبار. واخيرهم واق الجمعة. الاسم الابرس في مركز قلب الدفاع في سنوات العشرين الاخير. طب. ما عندوش قزمة خلص انه شتت الكورة ويتلعها بره. فلما اجي الاقي انه محمد الشناوي في لقطة الهدف التاني. عندو نايم على الارض. نايم على الارض لمدة خمس ثواني. خمس ثواني بيشوفوا الكورة. خمس ثواني بيبصوا على الكورة. عشان كنا عايز اللقطة تتعرض. هتلنا يبقى الهدف التاني. وبعدين نشرحها ايه المشكلة وايه الازمة وايه الخطأ اللي حصل. هنا دي بداية اللعبة. اهو ياسر ابراهيم الخطأ الاول. عدم التشتيت. محبش انه شتت. لا رجعها لي تاني معلش بالبطيقة. رجعلي تاني بالبطيقة. اه 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 رجعلي تاني بالبطيق. هي خمس ثواني بالزبط. يلا بينا. خمس ثواني. رجع لي تاني فريم، 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 ومشي الناوى عالأرض، وشي الناوى عالأرض. بس-ماشي آلي بالراحة، باشي آليا آيوا أيوا유� ا sadness رجعously بإتفاجئ. خمس ثواني. هدف يتحمله بنسبة 50% لأنه كان يقدر يقوم من بدري يقف 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 في مرمى وما ينتظرش انه لسه يقف يستنى اللعيب انها تتحرك وكرة تتصوب وكالعادة نط بدري كالعادة محمد الشيناوي نط بدري ما خدش خطوة ناحية الشمال عشان ننزل اخدها بالبديد كان عنده خبطة في دراع واضح تمام وهو تصور تصور يعني انا ارتفع معاك انه ما ينفعش من حيث ده يقف في مرمى لحد ما الكرة تقف وبعد كده طبعا هو في دلوقع تصورا منه ان ياسر بريم كده كده بحيطفش كرة هتطلع قاوت هو اعتقد تفاجأ من رد فعلا ياسر بريم اشيكا هتليه تخض يعني لما نعيد الكرة تاني هو تخض من رد فعلا قبلها قبلها لو هو لو هو مخبوط واقع تماما ما بيبصش على الكرة كنت هتفق معك لكن هو واقف بيتابع الكرة من على الارض فانا بالنسبالي خطأ غير مبرر مش قضيتي في الهدف انا اضيتي في حاجة واحدة دي حالة عدم تركيز دي حالة عدم جاهزية زهنية مش بس محمد الشناوي ولما تيجي على الهدف الاولاني هي كرة سهلة جد عدم جاهزية اهو الكرة هي الكرة هي في دل قاعد 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 مكانه قاعد مكانه بيتابع الكرة بعدين لما لقى الكرة ما طلعتش رح ايه فده ده الهدف التاني خليني اقولك انه من ضمن الحاجات اللي طورت من اداء النادي الاهلي نوعا ما في الشوط التاني ان الرجل اللجأ اللي احنا كنا بنتكلم فيه الشوط الاولاني انه لعب زي ما المفروض يلعب حرر العالي معلوم ناحية الشمال نزل محمد مجدي افشا يستلم من مور ديف بقى محمد مجدي افشا هنا متواجد مع قليو ديانج في الشوط التاني وبتلا ده يحسن من مرضود النادي الاهلي لان بقى عندك حد هولدر بيقدر يدافع قليو ديانج حد بيقدر كاريار يقدر ياخد الكرة ويشتغل بيها ويبتري يشغل الفرقة من مور ديم بوزيشن لما كان اعمق وما كان ما بيعرف يشتغل محمد مجدي افشو. صح. محمد مجد افشوط. ما كانش موجود. ما جايش. فرقة النادي الاهلي. خلينا اقول لك انه اول تصويبة. اول تصويبة. على مرور محمد عوكب في الدياة كيف? مم. خمسة واربعين. صح. خمسة واربعين دقيقة. النادي الاهلي لم يصوف تصويبه واحد. صح. اول هجمة غير مكتملة غير مكتملة النادي الاهلي كانت في الدياة 37 من ناحية شمال. 37 دقيقة النادي الاهلي لم يقم باي هجمة على خط دفاعات نادي الزمالك. دي الهجمة بتقول عليها? دي الهجمة يعني ماشي ماشي نجيب الفريم اللي بعده? لا. مش دي اللي انا اقصده. اللي انا اقصدها انه في كمان لو نقدر نجيب الفريمات في بعض الحاجات انا طالبها بتاعة شغل شغل فريرا. فريرا عمل ايه? فريرا النهاردة بيعمل نقطتين مهمين قوي. ازاي يقفل? ازاي يقفل? الطرفين? وازاي يعمل التحولات. طب كان بيقفل الطرفين ازاي? اي حد بتفرج على النادي الاهلي عارف انه قوة النادي الاهلي على الصعيد الهجومي من على الاطراف ناحية الشمال. صح. علي معلول وفي وجود احمد عبدالقادر طبيعي اني ناحية الشمال هي ناحية الاقوى. كان بيعمل ايه بقى? مين هنا قولنا اللي بلعب سنتر باك ناحية الشمال? سنتر باك ناحية المين? حمزة المسلوسي. كان بيطلع هنا. سيد نمار بيطلع هنا. احمد سيد زيزي يخش يجمع معها. مجموعة. مجموعة. قفلت تماما الجبهة الجبهة الهجومية للنادي الاحناية حد شمال. وقدر انه يشتغل بعد كلا سيد نمار ويعمل التحولات. يرجع حمزة المسلوسي يروح طالع محمد عبغاني تاني. ده شجل مدير فني. صح. ده تحفيز واجبات مهمة جدا. فريرة في وجهة ناظر. اخطأ بعض الاخطاء الشوت التاني بخروج سيف الدين الجزيرة للارهق دفاعات الاهلي بيشد. صح. الشوت الاولاني. ريح لعبة النادي الاهلي لدرجة انه في نهاية المباراة اخر ربع ساعة. مش اخر دقتين. اخر ربع ساعة. كان واقف حمدي فتحي فقط في القط الخلف للنادي الاهلي. لانه اوباما كمان نزل تحت. محمد عبدالمانام راح نحي تليمين يشتغل بكرايت. واقف حمدي فتحي. نهايتا. فريرة قدر من خلال شوت واحد انه يتغلب على ريكاردا سواريش. فريرة متمرس في نادي الزمالك. متمرس في اسلوب العمل داخل نادي الزمالك. فريرة قدر يشتغل بالامكانيات المتاحة بالنسباله في هذه الفترة. قدر يقفل على الفرقة. هو سبق سواريش في تولي المهمة الفنية. طبعا سواريش بقاله تسعتاشر يوم او عشرين يوم. في النادي الاهلي. نهايتا. النادي الاهلي. عنده قزمة كبيرة جدا جدا جدا. محتاج يرتب ورقه. محتاج اللعب. والاداء اللي قدمه النادي الاهلي الشوت التاني. بيديك. عنوان واضح. انو ملعبش لعيب مجهد مش قادر يشير رجله من الارض. في بعض اللاعبين داخل النادي الاهلي بقى صعب ان هم يلعبوا تلاتين او خمسة وتلاتين دقيقة. الاداء حصل في استفاقها كبيرة. عارف ان الوقت بيجري منك. لكن نهايتا. مبروك لنادي الزمالك. فوز مستحق قدر من خمسة واربعين دقيقة انه يحسم المباراة. مبروك لي جماهير نادي الزمالك على الفوز النهاردة. والنادي الاهلي اعتقد انه محتاج اعادة ترتيب الاوراق البيت من الداخل. بس انت تبا تقولي اعادة ترتيب الاوراق. انا بس في نقط انت الناس كلها تتحدث عن ارهاق واضح في النادي الاهلي. طبع. بس برضو عشان ابتايت احس احيانا ان الارهاق بقى مبرر اللاعبين نفسهم حبوه. يعني في بعض الاخطاء اللي بشوفها اخطاء فردية في النادي الاهلي مقدرش احملها للارهاق. رغم ان انا من شوية كنت بقولي الكابتن اسماعيل والكابتن واقل. انا سعيب بتصحب عليها لعيبة الاهلي وزا مالك والمصر. كل اللاعبة اللي مرهاقة احنا بنلعب في موسم صعب. طبع. تحديدها الاهلي عشان كمان مشاركاته الافريقية الامور بالنسبة له اصعب. بس مش كل حاجة هتتحمل الارهاق عشان فيه لعيبة انا بشوفها بتلعب في الاهلي. بتلعب مريحة في لعيبة بتشاركش بقالع فترة. وبرضو بتنزل مرهاقة. هي الازمة فين? الارهاق اقدر احط كاتجري لاعبين سبع او تمان لاعبين عشر لاعبين عندهم المخزون البدني قل. صح. لعبه عدد مباراة كبير. على سبيل المثال وليس الحص عمر السولية في الموسم الحالي فقط تجاوز الخمسين مباراة. صح. ده بالنسبة للعب المصري مشتحل. فهو ما بقاش عنده القدرة. صح. التعليمات اللي بيديها المخ للعضلات مش قادرة تنفزها. بربع لك. دي خلاصة القول. في بعض اللاعبين قدر اقول العلي معلول ايمن اشرف عمر السولية. في بعض الاسماء. لكن هناك. حمد فتحي طبعا. في بعض الاسماء لا يوجد اي مبرر. صح. بما فيها الاجهاد. لاعبين لم ينضموا للمنتخبات. صح. لاعبين ما كانوش بيشتركوا احيانا بصفة اساسية مع نادي الاهلي طول الفترة. لا انا انا وكن اقول لك اسماء عبدالقادر حسام حسن. حتى افشة. ومحمد شريف كمان عشان دول ما كنوش بيشاركوا مع المنتخب. اه بتتكلم في ياسر ابراهيم لما ينضم في كل الفترات. بالضبط كده ياسر. وايمن عشان حتى لما كان ينضم كانش بيشارك كتير. محمد هاني ما نضمش في المنتخب. ومحمد الاي. فانت بتتكلم في لعبين كتير. وبعدين انا كنت لست بتكلم من شوية. ما انت برضو اللي جبت صفقات. ما قدرتش تفيد من معظمها. مش تتاوم كي سوني. والاصابات اللي موجودة كتير في تشكيل النادي الاهلي. في في تفاصيل كتير في الاهلي. انا بس بقولك كلمتين دول عشان في الاخر لا يتحمل المدرب كل الامور دي المدرب اللي لسه بقاله مسترب بقاله تلات اربعة مشروع. انا احمل ريكاردا سوريش. التشكيل اللي دخل بيه والفورميشن اللي بدأ بها المباراة. لكن المرضود اللي بيقدمه النادي الاهلي. في الفترات الاخيرة كيف احمل المدرب بقاله عشان يوم. صح. ده سؤال مهم. سؤال محتاج انه لازم لازم يتجاب عنه. في عشر سواني. لازم يتجاب عنه. هناك بعض اللاعبين كانوا خارج الاطار تماما. وده ما يعزز. من ادارها مباراة اليوم. ريكاردا سوريش ام احد افراد الجهاز الفني. هناك بعض الافراد كانوا خارج خارج قائمة النادي الاهلي. محمد محمود بدر بنون على سبيل المثال. كيف يتم الدفع النهاردة بمحمد محمود وبعيد تماما. كيف يتم الدفع بوالي سلمان هو خارج السورة تماما. صح. اليوم. صح. بدر بنون ايما وقفه لعيب لعب من اكتر من اربع اسابيع شهوط مع النادي الاهلي كان من المفترض. اي مباراة في الدنيا فيه فريق بيخسر وفريق بيكسر. طبعا. فريق بيكسر بيبقى عنده اخطاء واضحة. والفريق اللي بيكسر بيبقى كسب عشان هو عمل حاجات كويسة خليته يكسر. عشان نهاردة الزمالك تميز تحديدا في الشهوط الاول. تفوق تفوق كامل على الاهلي. ففاز. والاهلي اكيد عنده اخطاء فخسر. فباليوم مبروك طبعا للنادي الزمالك. الفريق الاقل اخطاء اليوم فاز.